نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به يقول صاحب القصة كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني جاءني أخوها يتهجم علي فقلت له أنا لا أعرف هذه البنت انظر من أين أتت بهذا الحمل وتركته وذهبت ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركون نسيت أنا الأمر بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها وحاول أن أوقظها فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط ثلاث مرات حتى قلت لها أمي مالذي حدث تصرخ تقول أختك قلت ما بها أختي قالت إنها حامل من ابن الجيران ذهبت إلى ابن الجيران هذا ومسكته ولما بدأت بالتحجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي تدروا ماذا قال؟ قال لي أنا لا أعرف أختك إذهب وانظر من أين أتت بهذا الحم سبحان الله ضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية والجزاء من جنس العمل ما انتهت القصة يقول تجرعت آلامة نفسية شديدة ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج بعد الخطوبة وعقد القران تجهزنا للزفاف في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل وهي تقول لي أستر علي سترك الله فقلت في نفسي خلاص يا ربي يكفي يكفي ما أنا فيه يكفي يكفي عقوبة يقول فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه الغصة بصعوبة وقضيت معها سنوات سنوات وأنجبت منها طفلة كأنها القمر فلما بلغت ست سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع ما الذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة لا حول ولا قوة إلا بالله العليل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه الله قرأت المحبوبة المحبوبة لتعطيه حتى يجعله مرحبوبة ورى المطفل قدمي أمام المعرفة المعرفة الأمام محمد صلى الله عليه وسلم يأخذك فقد نمشه قالت وقالت وقالت إلى نقصه وقالت إلى نظر وقالت إلى هذا الفتى وقال لدى دخلت إلى نظر تحرين أن أريد أن يكون مفيدة مفيدة، صلى الله عليه وسلم أريد أن أريد أن تفعل المفيدة بأن أماني يمتك في عالة سيحدث معه مفيدة كمانية لا، لا نريد أن أريد أن أطفال ليس لديها اماني بأن أردتك أن يكون مفيدة أريد أن أردتك حديث أريد أن تفعل أن يتكلم بالأمر ذاتها raids إستقامات أحيانا فهن أجلت بالفيضة كما تقالف رأيته السبب عالة أخي الكريم أختي الكريمة لا تقل إن هذا كثير على هذا العاصي لا تلك البنت الجامعي التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها فجعل الله له جزاء بأخته نعم وسيكون لها زوج يصعق بها فابتلاه الله لزوجته وكان لها أب تقطع قلبه عليها فابتلاه الله بابنته والجزاء من جنس العمل فعليه أن يتحمل عاقبة فعله وأما من لم يكن له ذنب فيما حصر له في القصة فهذه اتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاته أخواني أخواتي ربنا سبحانه غيور غيور على حرماته سبحانه وينتقم لها جل في علاه فانتبه أسأل الله تعالى أن يسأل عوراتنا وأن يؤمن رواحاتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر